اشتركوا في القناة ان شاء الله الكابتن ناجي خليل عضو لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي بعد كده هيكون معايا أيضا الأستاذ النقد الكبير النقد الرياضي الأستاذ رضوان الزياتي عضو مجلس النواب أيضا وأخيرا الكابتن حمادة مرزو هيكون مع زميل العزيز محمد سعيد في آخر فقرات الحوارية في الأهلي الليلة طبعا في البداية عايز أتكلم مع حضرتكم على جمهور النادي الأهلي الجمهور دايما الوافي دايما الجمهور يعني بيقف جنب أي لعب وفي ظهر أي لعب وبيكون في المحنة موجود معاه أكتر ما بيكون موجود معاه فرح بتكلم على محمد محمود وبتكلم على اللفة الطيبة اللي حصلت من جمهور الأهلي لما كانوا موجودين تحت بيته النهاردة وبيهتفولوا وبيقفوا جنبه في الظروف اللي بيمروا بيها النفسية السيئة لكن طبعا محمد محمود يوم بعد يوم بيعرف مقدار الحب الجمهور الأهلي بيحبوا بيه والجمهور الأهلي كله عارف إمكانياته وقدراته ومؤمن بيه بغض نظر عن الإصابة اللي جات له في الرجل السليمة الرجل اللي هتعطله كمان شوية لكن حب الجمهور أو حب الناس ده حاجة أبدا عمرها ما حد يشتريها ولا عمرها أبدا حد بيعرف يخدها غير اللي قلبه طيب غير اللي مخلص في عمله اللي دايما بيكون ما بينه وبين ربنا كده اجتهاد وشغل وعمل كبير جدا جدا محمد محمود جمهور الأهلي لما كان موجوده ناردة تحت بيته أعتقد أن دي حاجة من ضمن المئة ألف حاجة اللي محمد محمود شافه في التلات أربعة ايام اللي فاته بتبينه قد إيه مدى حبه وأي مكان بيكون موجود فيه وأنا عايزه كده يكون موجود ويظهر قدام الناس علشان يعرف أن الناس بتحبه هو لسه ملعبش ولسه مداش للنادي الأهلي لكن هو رصيده كبير جدا جدا عند جمهور الأهلي ده قبل ما يلعب فبقى لحضراتكم بقى لو لعب عايزكم أنا بتكلم تشوفوا جمهور الأهلي وهو موجود تحت بيت محمد محمود علشان يهتف له علشان خاطر يعني يبين له قد إيه إن إحنا مستنيينك وإحنا مش مستعجلين خالص وقدر الله ما شاء فعل لكن طبعا واضح إن اللعب يعني العام النفسي اللي عنده سائي جدا لكن كلنا إن شاء الله إيد وحدك جمهور ويعني كهنة إعلامين في قناة الأهلي وإعلامين في مصر وشخصيات رضية عامة في كل مصر سواء بقى على سوشال ميدي أو على الإعلام هنقف وراءه و هندعمه لكن الفيديو ده كان مؤثر جدا جدا وأعتقد إن حضراتكم محتاجين تشوفه علشان زي ما شوفتم مؤمن زكريا وجمهور الأهلي قد إيه بيدعمه لازم نشوف محمد محمود وجمهور الأهلي بيدعمه وبيهتف له وبيقف جميعه تعالوا نشوف الفيديو ونرجع أن نكمل بقى الأخبار مع حضراتكم طيب ماشي نحن نجهز الفيديو علشان حضراتكم تشوفوه لكن لحد ما نخلص أو لحد ما الفيديو يكون جاهز تعالوا حضراتكم أكمل معاكم الأخبار وأبدأ معاكم الأخبار النهاردة الناد الأهلي بيستقنف ميرانو وناد الأهلي بيستقنف ميرانو بكرة بالليل الناد الأهلي كان عنده يعني فطرة راحة الجهاز الفني منحها للاعبين بسبب توقف مصابقة الدوري لكن بكرة إن شاء الله نادي الأهلي هيستقنف تدريباته الأحد مساء وهيكون قبلها في محاضرة من مستر رينيف فيلر المدير الفني لمادي الأهلي علشان يأكد على بعض الجوانب الفنية مع بداية فترة تحضرية جديدة لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز نادي الأهلي بيستعد أيضا للسفر إلى الإمارات وديه خبر هتكلم عليه علشان يكون فيه معسكر تدريبي للفريق خبر التاني كابتن سلب حفيز يطمئن على الترتيبات الخاصة بمعسكر الخارجي كابتن سيد حرص على الإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي واللي بيأتي ضمن خطة الجهاز الفني للجهاز الفني مستر روني فيلر المدير الفني للفريق لالفترة توقف مسابقة بطولة الدوري الممتاز واللي هتكون بتشمل معسكر الفريق على إقامة تجربة ودية أو اتنين على أقصى تقدير وفقا للبرنامج اللي بيحدده الجهاز الفني نادي الأهل إن شاء الله بيستعد كمان لبطولة أفريقيا يأخذ أول مباريات دور المجموعات أمام النجمة الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل وبجانب طبعا عودة بطولة الدوري المصري الممتاز المتشاطة إن شاء الله في الإمارات هتكون مع بنياس ومع نادي العين بقى بنسبة كبيرة لكن مش أكيد مطشين مهمين جدا مطشين يعني يقدر الجهاز الفني للنادي الأهل يقف على حاجات كثيرة جدا جدا في ظل غياب لعبي منتخب الأولمبي وظل غياب لعبي منتخب مصر في استعداد المنتخب الأولمبي إلى تصفيات المؤهلة لأولمبيات توكيو من خلال بطولة الأمم الأفريقية وأيضا تصفيات المنتخب الأول المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية خلال المرحلة القادمة ميستر ريني فايلر يؤازر محمد محمود زي ما احنا شفنا وتابعنا إن مش بس جمهور الأهل هو اللي بيؤازر محمد محمود دكات أو مستر ريني فيلر المدير الفني للنادي ألالي هو كمان بيؤذر محمد محمود لاعب الفريق قبل رحلته العلاجية ولا تبدأ بالخضوع لفحص طب جديد في ألمانيا قبل جراحة الرباطة الصليبي في كلام على أن محمد محمود إن شاء الله يسافر خلال الأيام اللي جاية ممكن يعني ممكن يكون بكرة وممكن لو فحصات تمت بشكل كويس ممكن العملاء الجراحيات تم يوم الثلاثة بأقصى تقدير لكن طبعا كله متوقف على الفحص اللي هيتم من خلال الطبيب الألماني في ألمانيا محمد محمود طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان تعرض لإصابة في الرجل السليمة يعني نقول الرجل السليمة مش في الرجل اليمنى أو اليسرى عشان هو كان عمل عملية الرباطة الصليبي الأخيرة وبالتالي يعني ما هو قدر ونصيب من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يكون عنده إصابة والإصابة الأسوأ في تاريخ لعب كرة القدم اللي ممكن تصيب أي لعب وهي القطع في الرباطة الصليبي لكن قدر الله هو ما شاء فعل أشاعة محمود متولي تحدد موعد مشاركته في الميران الجماعي محمود متولي مدافع الفريق زي ما حضراتكم عارفين أنه كان عنده إصابة لكن اللعب يجري أشاعة جديدة خلال الأسبوع الجاري للأطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافية من الإصابة والتي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في الميران الجماعي وبعد الإشاعة اللي يجري اللعب إن شاء الله يحدد الجهاز الطبي موعد انتظامه في الميران الجماعي واللي بات قريب جدا بعد تحصن حالته في الفترة الأخيرة وتنفيذه مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي واللي بيخضع عليه في ملعب التتش متولي بيخوض تدريبات قوية تحت الأشراف الكابتن طاري عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي ويعني تدريبات التأهيلية تشمل على فقرة خاصة لها التصويب على المرمى بجانب فقرات بدانية واللي ظهر فيها بشكل جيد وبدون شكوى طبعا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بينسق مع الكابتن طاري والدكتور خالد كمان هو اللي طلب من متولي أنه يجري أشعة عشان يتعرف على نسبة التقام الإصابة اللي اشتكى منها في مبارات السوبر المصري واللي كشف الفحوصات الطبية أنه يعاني من تمزق فيه العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يعني محمود متولي إضافة وأنا أعتقد أنه خسارة منتخب مصر النواة ما يكونش موجود من ضمن أولويات أو اختيارات الكابتن حسام البدري لكن طبعا أتمنى أن محمود متولي لما يرجع إن شاء الله يرجع بكامل قوة وكامل يقته البدني برنامج بدني خاص بعد انتهاء فترة الراحة ده كان طبعا اختصاص توماس برنيكل مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم أنه بيجهز برنامج بدني خاص لتنفيذ لتنفيذه اركداء من غدا للأحد مع أول أيام عودة الفريق بعد الراحة وانتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني بسبب توقف بطولة الدوري المنتز بنيكل باس على تعويض فترة الراحة من خلال البرنامج البدني اللي حفاظ على معدل الياقة بدنية للعيبة ومستر رنيف فيلر المدير الفني منح اللعيبة مننساش 48 ساعة بدأت من أمس الجمعة لأن يعود الأهل من جديد لتدريبات ابتداء من بكرة إن شاء الله والتحضير للمرحلة المقبلة زي ما قلت لحضراتكم احنا كده خلصنا معاكم كل الأخبار الموجودة معنا الفيديو لسه مجهزش بس بنجهزه علشان خاطر نعرضه لحضراتكم طيب تعالوا نروح نشوف فيديو جمهور النادي الأهلي تحت منزل محمد محمود علشان يشد من أزره ويشجعه على المرحلة القادمة ونروح يفاصل بعديها ونرجع علشان استقبل أولى فقراتنا الحوارية الكابتن ناجي خليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة